كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقية أي أن هذا الإنسان الذي أصبح وجه في هذا اليوم كالح عبوس مسود بما قدم بسوء ما قدم وسوء ما أخر هذا الإنسان الله تبارك وتعالى يزغره كلا ارتدع أيها الإنسان عن غيك وضلالك وعن حبك للعاجلة وعدم يقينك بالدار الآخرة وما فيها كلا إذا بلغت التراقية ما هذه التي بلغت التراقية روح الإنسان آيات تنقلنا من الحديث عن الوجوه الناظرة والوجوه الباسرة يوم القيامة إلى الحديث عن حال الإنسان في حال الاحتضار الله حال 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 الاحتضار ساعة نهاية الأجل الأجل الذي حدده الحق تبارك وتعالى وجعل له بداية وجعل له نهاية ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها هذه الروح التي نفخها الله تبارك وتعالى نفخها الله تبارك وتعالى في بدن هذا الإنسان وجعله بها يتحرك ويمشي ويعيش ويمضي فيها حياته الدنيا إذا انتهى الأجل إذا انتهى أجل هذا الإنسان وبلغت روح التراقية التراقية جمعة القوة وهي أعالي صدر صدر الإنسان عند بداية العنق إذا بلغت الروح هذا المكان حال خروجها إذا بلغت وانتهت الروح إلى هذا المكان وعلم الحاضرون من حول هذا المحتضر الذي بلغت روحه التراقية إلى هذا المكان قال الحاضرون ساعتها هل منكم من راق ذا بلغت الروحه التراقية إلى هذا الإنسان علّه يعود إلى سالف أمره سبحان الله العظيم والله يا سادة كأني أنظر إلى قول الله تبارك وتعالى وقيل من راق ببناء هذا الفعل لغير الفاعل قيل كأني أرى أن قائل هذا القول إنما يقوله على استحياء على استحياء لما يقول ليه لأنه في داخله خلق انتهى العمر انتهى العمر وانتهت الحياة ولا أمل في الإعادة فهو يقول هذا على استحياء وقيل من راق هل منكم من يتقدم برقيا لهذا الذي نراه أمامنا هل منكم وقيل من راق وصاحب هذا الذي بلغت روحه للقوم ماذا كان شأنه في هذا الحال وقيل من راق الوظنى مين ظن هذا الإنسان ظن هذا الإنسان الوظن بمعنى أيقنة ألا يا سيدي ظن بمعنى ظن خلاص ظن يعني غلب عليه وترجح لديه أن هذا الوقت هو وقت الفراق فراق الحياة الدنيا والظن هو الظن ليه نجعل الظن بمعنى اليقين هم يقولون أنه ظن بمعنى أيقنة لكن سبحان الله عظيم أنا قلت في هذه الحلقات الماضية قلت إن كل مفردة من مفردات القرآن لها معنى فالظن ظن وهو رجحان الأمر الأغلب الله أظن الأمر كذا أرجح أن الأمر كذا فالظن هنا أدل على معنى رجحان الأمر رجحان وقوع الأمر الظن هذا الإنسان ورجح هذا الإنسان أن هذا الحال هو وقت الفراق فراق الحياة الدنيا وفراق الأهل والأحباب وفراق الأموال وظن أنه الفراق وساعتها التفت الساق الساق ساق هذا الإنسان ساق هذا الإنسان ومعهود ومعروف ساق هذا الإنسان وما يراه الإنسان والتفت الساق بالساق ما معنى هذا فاصل قصير وأعود إلى معنى قول الله تعالى والتفت الساق بالساق ومعهود و leaning الوطني فريح من الوطني